كابتو مصطفى حضرتك سابق سابق تفكيري أنا كنت بفكر في الموضوع ده وبفكر إن أنا عايز أرد اعتبار لي إن أنا موفقتش وخلي الأندية تبدأ تتكلم علي وألعب معروف وأروح متخف وكده يعني كان هدف جواك وعاوز تزلط مثلا للمدرب بتاع ناد الأهل اللي أنا أنت مشيتني أنا بزعلان على فكرة كابتو مصطفى منه ده ليه فضل علي هو ليه فضل علي أن أنا تدخلت في تحدي يعني يعتبر رجل ليه عليه فضل ليه فضل يعني طب التحدي ده ما ظهرش عليك من أول ليه آآ لا ظهر أول أما روحت ناد القاهرة كابتو آآ آآ حصل اللي أنا لعبت في مرحلة آآ 16 سنة وآآ ناشئين وزهرت آآ ناشئين وزهرت أوي وكده ودخلت منتخب مصر الناشئين وكنت الوحيد من ناد القاهرة اللي في المنتخب ده كان عندنا بتولة أفريقيا بورسعيد كسبناها كان ماسك المنتخب ده كابتن فؤاده بالخير آآ طبعا طريق عظيم طبعا في فورة السلة فقال لنا آآ أنا وطهر رجب وطهر الصباغ قال لنا المنتخب ده لو كسبتوا البطولة هتكمله في المنتخب الكبير يعني كان متخب ناشئين آآ لو كسبتوا البطولة هتكمله الفريق أول وده كان حافز بقى وكان حافز طبعا وحافز قوي جدا وعسكرنا في بورسعيد وكده والحمد لله كسبنا البطولة الانضمام بقى للفريق الأول أنا لما جالي للترشيح أنا ما صدقتش للمنتخب الأول المنتخب الأول في البداية آآ ورحت وتمرنا وكده بس طبعا الصدف ساعات بتلعب أدوار طبعا طبعا فكان في مباراة تكريم آآ الدكتور عبد منع موهبي رئيس الاتحاد الدولي الله يرحمه طبعا آآ وكان مباراة تكريمه جايبين عاملين مباراة بين منتخب مصر ومنتخب أوروبا فرقة من أوروبا منتخب أوروبا منتخب أوروبا تكريم ليه لأنه هو كان رئيس الاتحاد الدولي طبعا طبعا لا هو كان شخصية جميلة فهلا يرحمه اللي حصل في المباراة دي إن كان المفروض إحنا بنتمرن بس مش هنلعب اللي هيلعب كان منتخب الجماعات اللي كان في بلجيكا وكان في مباراة تقام في نادي الجزيرة ومباراة في ستادي سكندريا كويس فاللي حصل إن الطيارة تأخرت بتاع منتخب بلجيكا اللي في اللعيبة اللي هتلعب اللي جام منتخب بلجيكا جام بلجيكا دي فاضطر إن في خمسة ستة من الأساسين في المنتخب مش في جامعات فقط موجودين ورحواخد الناشئين إحنا يعني أنت بتشكر الطيارة اللي هتأخرت طبعاً دي تاني فضلك فطبعاً اتمرننا ولعبنا ونزلنا السنتر كورت في الجزيرة كانت حاجة تخده ملعب مليان وكده كان في نجوم عالمية من أوروبا كما تلعب بمتخب أوروبا طبعاً كان في نجوم بمتخب أوروبا من أحسن الناس فيها تفتكر الحقيقة اسم من الأسامي اللي فيهم أو لو كنتش لسه لا أنا كنت لسه صغير أنا ما مهبتش الموقف ما خلكش طبعاً أنا بقوله أنا لسه أقوله حضرك على اللي حصل بقى قلنا بقى فكابتن فؤاد نزل الخمسة أو الأساسيين الفتاحل طبعاً عصام خالد وفتحي كامل والسحارتي وعود عبد النبي والدكتور اسماعيل سليم عسامي كبير آه فالمهمة كابتن مصطفى بعد كده ماتش ماشي شوية مش عارف إيه لقيته بيندي على اسمي أنا طبعاً مش هنا خالص ولا متخيل أنا قلتك فؤايا لأ نزلت سخدت وإنت اتمرنت لأ كنت اتمرن قبل الماتش آه بنتمرن معاها في المنتخب الكبير واخدنا للتمرين بحيث إن دولت ستة موجودين والستة التانين جايين بالطيارة وعشان تشوفوا كمان الفرق الفريق منتخب أوروبا فالمهم ندى علي كابتن فؤاد فأنا طبعاً مش آه مش هنا خالص آه تاية آه مش متوقع أصلاً آه فالمهم آه راح قايم من على البنش ورح شددني قال أنا مش مهند عليك قل له أنا آه قل له أنا قل له أنا قل له علي أنا ما عملتش حاجة فالمهم آه نزلت والحمد لله لعبت مباراة جيدة يعني وكان بعدها بـ 48 ساعة المباراة التانية في اسكندرية دي كتخضة كبيرة بعد خلنا الاسكندرية الصالة فيها عشر تلاف واحد وبرضو لسه البعثة بتاعة البلجيكة ما جاتش ما جاتش انت مش عايزين نتيجة بقى آه وطبعاً أنا طبعاً في المبارايتين آه اللعيبة بتاعة أوروبا قد يكونوا عارفين الأربعة اللي موجودين الكبار السحارتي وفتحي مش عارفين عائل صغير آيو 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 فسبوه آه فربنا كرام لي وحط باسكت كده وحط باسكت كده فقدينيها الله الزلطة تبقى وقديني بقى اتعرفت بالنسبة للنادي آه اتعرفت بالنسبة للنادي بعد المباراة دي آآ رجعت النادي القاهرة اتمرنت كنت ملعب في دور الدرجة لا خلينا بس قبل ما ترجع نادي القاهرة وانت في اسكندرية هنعوزين نعرف برضو السبب إيه ان اسكندرية بيعشاقوا كرة السالة بقى اسكندرية بيعشاقوا ومعقل كرة السالة اه ويعشاقوا كرة السالة ومعقل كرة السالة واي لعيب باسكت ملعبش بستانة اسكندرية اللي انت حضران كنت بتلعب فيه اللي قدامه الكورة آآ ها ايه الصلاة المغطة دي اه ما يبقى ملعبش رياضة ليه؟ ليه لأن الصلاة دي عشق الصلاة دي جمهور الاتحاد مرتبة بيها من أول الصلاة اللي كانت موجودة في مصر وكانت أحسن بصلاة بالزبط كده وكان الاتحاد متعود على المكسب فيها وكانت الفرق لما بتخشت الصلاة دي بتتخض والجمهور آآ جمهور كان جامد أول بتاع لأن آآ كان جامد وما كانش فيه صلاة في مصر إن تقدر تجمع كان مجرد الأهل بيلعب ماتش بيجيلو مثل الجمهور اللي قاعد على المدرج هنا وهنا لكن دي صلاة بتبتسع لعشرة تلاف واحد واحد رجعت لنادي القاهرة وإنت راجع في القطر كده كنت في القطر طبعا آآ طبعا رجعنا للمتخب كنت راجع في القطر كنت بتفكر في إيه بقى يعني أنت بعد ما لعبت وموراتين نقولك من عنده ربنا والطهرات عطلت في بلجيكا وبيش عارف إيه والكلام ده إيه اللي ضار في زيه لك سعيتا؟ ضار في زيه لازم أكمل على المستوى ده ودخلت بتحدي مع نفسي واشتغلت على نفسي كويس ومرنت الواحد كتير وجم كتير ويعني جاء بيت لأن أنا كان عندي مشكلة بالنسبة للنادي القاهرة نادي القاهرة كان بيخلص الدوري الدرجة التانية ولا الدرجة اللي هو فيه الدرجة التانية آآ شهر اتناشر أو واحد كل البطولات ودوري الدرجة الأولى بيخلق شهر خمسة في إيجابة كبيرة آآ ومتخبات بتبدأ شهر ستة سبعة فأنا بقعد حوالي ستة شهور خمس شهور ستة شهور كده بدون حاجة بدون حاجة فكنت باشتغل على نفسي فيها جامد بصراحة بعد الماتشين اللي انت تعلقت فيهم دول مين من المدربين بيتون المنتخب اللي كلمك وقالك إيه؟ آآ أنا بعد كده جد دكتور محمد عبوهاب دكتور محمد عبوهاب مسك المنتخب بعد الكابتن فؤاد غفير على طول نعم لأ الكابتن فؤاد بعد الماتشين دول وانت تعلقت فيهم قالك حاجة؟ آآ قال لي انت هتبقى كويس وكمل على كده وانت لك مستقبل وانت معايا كلمة ديرة يا حتمي فخلتني بديتني حافز ان اشتغل اكتر واتمرن اكتر وكده مش الكابتن فؤاد لأ اكمل برضو كابتن فؤاد كاملت معاه كم سنة تقريبا كابتن فؤاد قعد في المنتخب لغاية 83 83 يعني اخر حاجة كان معانا في 12-13-83 بطولة افريقيا اللي في اسكندريق اسكندريق كسبناها دي ولا تعمل كسبناها اللي وصلتنا لأولمبياد 84 طيب وانت بتلعب في الناشئين في نادي القاهرة فيه ماتشات كده بتبقى في الازهان كده بتلعب مباراة كويسة بتنقلك لمرحلة تانية وبعدين بتلعب مباراة تانية فيه مباراة كده بتبقى في الازهان الوحي ما بينساهاش او مباراة الزمالك واهلي جزيرة الثلاث مباراة دي ببقى تركيزه عالي جدا فيه ليه اش معنى يا عاموات نومة؟ عشان انا عايز ده هدف ان الناس دي اتعاوز توصل للثلاث اندية دوة كويسة وانا ناشئ ما جليش حاجة بعدما تقلقت في المنتخب وانت لسه في نادي القاهرة لو جالك الزمالك او جالك الغزيرا او المتحاد كتتتوك؟ جالي يا كوتش جالي وكان الاتحاد حتى كان عايزني اعارة في طولة افريقيا وكده بس انا ما روحتش ما روحتش اه ليه؟ ما روحتش لان يعني ما ينفعش يعني انا حسيت ان ما ينفعش يعني مش ماشي مع التبكير بعين نادي الاتحاد من اعظم الاندية في مصر طبعا ونادي يعني عريق جدا وفيه فطاح للكرة السلة كانت بس كان عايزي اخدني انا وامين شمانت بس اللي حصل ان اعتقد فيه مشكلة في التسجيل المشكلة في احد الافريقي مشكلة يعني برانة يعني اه التلات ماتشات اهل وزمالك وكزير